طيب الناس اللي ما زالت لسه لحد الوقت بتدي 23 ساعة ضاقة و 22 ساعة ضاقة للتسمين من اول ما يستقبل طبعا احنا بنستقبل على 23-24 ساعة ضاقة اول تات ايام بعد كده بننزل لي 22-23 بعد كده بنعمل برنامج ضاقة يتوافق هنتكلم عليه الاسبوع الجاي يتوافق مع القطيع اللي انا بربيه انت عارف الطائر بتاعك بيستهلك قد ايه من وقته فرخة التسمين بيستهلك من قد ايه من وقتها في استهلاك العلف 3.5% تب بتستهلك من قد ايه في وقتها في الشرب 3.4% يعني ما يقرب من 6-7% من الوقت بتاعها بتستهلكه في العلف والمية بدليل هو احنا بنقعد ناك احنا عايشين 24 ساعة في اليوم بناكل قد ايه في 24 ساعة بناكل ما فيش على مدار فطار غدا عاشا بناكل في مصف ساعة الثلاثة وجبات دول هو الطائر كده بيملى الحوصلة بتاعته بتقعد لمدة 4 ساعات يبدأ مرة تانية يملى الحوصلة بتاعته وهكذا فالوقت اللي بيقضيه فيه استهلاك العلف والمية وقت قليل جدا فما تقلقش ان انت تعمل برامج الاضاءة لان برامج الاضاءة بحيث ان هي توفر لعدد ساعات وشدة الاضاءة المسلى لزيادة نموه وحيوية الطيوب برامج الاضاءة هتدي جسم التوازن في العمليات الفيسيولوجية لان تتابع الضوء اللي هو النهار الظلام اللي هو الليل هيأثر على العديد من العمليات الحيوية لجسم الطائر بتاعنا وبالتالي لابد اننا اطبق برامج اضاءة تتنسب مع العنبر والقطيع عنبر مفتوح هيختلف عن عنبر مغلق حالة القطيع هتبقى عاملة ازاي عشان اتغلب على مشاكل الموت المفاجئ مشاكل الاستسأة مشاكل الارجل مشاكل الاجهات تقرحات الصدر العديد من المشاكل نتيجة للاضاءة الايه المتصر الاستقبال ماينفعش النهاردة اجا استقبل في عنبر زي ده ده سيء جدا ويقبل معدلات نموه سيئة جدا وشدة اضاءة متفوتة ولكن عنبر النهاردة انا عاوز استقبل على شدة اضاءة من 40 ل 60 لكس اللي هي من 4 ل 6 وات الاختلاف في شدة الاضاءة مايزتش عن 20 في المية من مكان الضلمة اوي في العنبر لأسطع مكان جوه العنبر مايزتش الاختلاف ما بينهم عن 20 في المية شوف نموه كتاكيت هنا شكلها عامل ازاي ونموه كتاكيت هنا شكله عامل ازاي وهما نفس العمر هنا حصل عندهم ايه جفاف حصل عندهم انخفاض في معدلات النمو مقارنة بمعدلات نموه ايه نموه جيدة اضاءة قوية متجنسة على خطوط العلف ويه المية خاصة في نظام البطاريات التهوية حدس ولا حرج لو عدنا نتكلم عن الاخطاء الشائعة في التهوية في زميل فاضل لينا الدكور محمد كامل يقول لك اللي مايهويش مايربيش فعلا اللي مايهويش مايربيش اخطاء رهيبة ليه يا جماعة احنا نتيجنا ممتازة بسم الله ما شاء الله خلال شهور الصيف على الرغم ان المشاكل المرضية اللي موجودة جوة مصر في الصيف زي في الشتاء اه النشاط بيزيد شوية في الشتاء ولكن الكم او المايكروبات او الفيروسات او الامراض اللي موجودة عندنا في الصيف هي اللي موجودة في الشتاء وبظهر عندنا حالات نيوكاسل وبظهر عندنا حالات اي بي واتش ناين وكل ده بظهر في الشتاء وكل ده بظهر برضو في الصيف ليه حتى ما بظهر في الصيف بيكون حدته قليلة نتيجة ان انا عامل رعاية جيدة داخل العنابة تبقى اهم حاجة التهوية انا عامل تهوية على عشرة عشرة على عشرة داخل العنبر بتاعي وبالتالي نخلي جهاز تنفسي ممتاز حالة صحية ممتازة وفي هذه الحالة حتى لو دخل عندي مشكلة اي بي مشكلة نيوكاسل مشكلة اتش ناين اي مشكلة من المشاكل دي الطائر بتاعي الجهاز والمناع ايه؟ كويس قادر يستحمل قادر يقاوم هذه المشكلة التهوية اهدافها طبعا انت النهاردة لن تتخيل الطائر اللي انت بتربيه بيطلع كميات رهيبة من الحرارة كل كيلو جرام وزن حي بيطلع للستة وستة من عشرة كيلو كالوري في الساعة حرارة كل كيلو جرام وزن حي بيطلع للاربعة وثلاثة من عشرة جرام مية كل ساعة بيطلع ثاني اكسيد كربون كل كيلو سبعمائة وعشرين سنتيمتر مكعب في الساعة بيحتاج سبعمائة وخمسين سنتيمتر مكعب اكسجين في الساعة عشان عمليات التنافس وتمثيل الغذائي عاوز اتخلص من الامونين عاوز اتخلص من اول اكسيد الكربون الناتج من الاحتراق غير كامل في نظام التبفئة كبرتيد الايدوروجين الناتج من تحلل النافئ اللي موجود جول عمبر عاوز اتخلص من الغبار والاتربة اللي المفروض معدلة ما يزدش عن تلاتة واربعين ميلي جرام لكل متر مكعب يعني لو نقيت عمبر كده فلترة الهوا بتاعه ما يطلعش اكتر من 120 ايه 120 جرام جودة الهوا المفروض يكون فيها هندي مصدر ثابت الاكسجين ما يقلش عن 19-10 رتوبة النسبية 50-60% ثاني اكسيد كربون 35% او الاكسيد الكربون 10 جزء في المليون الاموني 10 جزء في المليون الغبار قلنا 43 طيب هل ينفع اخذ الحد الادنى والحد الاقصى بتاع كل الحاجات دي واجمعه مع بعضه لا يعني ما ينفعش النهاردة اقول او الاكسيد الكربوني يبقى عش جزء في المليون والاموني عش جزء في المليون والغبار 43 ملي جرام وسانه اكسيد لا 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 يعني لازم تكون الحاجات دي اقل من الحد الادنى بتاعي واوفر الحد الاقصى طالما شغلت نظام تدفئة جوه العنبر لازم اعمل تهوية ان شاء الله تكون تهوية ذاتي طالما فيه نظام تدفئة لان فيه حرق لان فيه او الاكسيد الكربون ومشاكله اللي ممكن تظهر معانا ولو قال لمستوى الاكسيد داخل العنبر تخيل بقى تأخر في النمو حالات استسأة عدم تجانس استبعاد نفو تظاهر فيه كفاءة التحويل الغذائي حساسية وزيادة القابلية للامراض خاصة الامراض التنفسية كارثة الكوارث الاموني دي مصيبة بالنسبة لنا جوه العنابر مع التهوية السيئة مع الرطوبة العالية في الشتاء ما عندناش اي مشاكل سوري في الصيف ما عندناش اي مشاكل بنطلع العنبر ده بيطلع مية جزء امونيا بهاوي بيطلع مية تب في الصيف بيطلع مية كل اللي بقدر اطلعه تلاتين اربعين الباقي ده كله بيتراكم مين داخل العنبر اقدر اتحس بيها او تنبأ لها عند عشرة جزء في المليون بدأت تزيد تبدأ تأثر على سطح الرأة بس ما عملتش مشكلة طيب عشرين جزء في المليون تبدأ تزود القابلية للاصابة بالامراض التنفسية يعني لو الاكسجين قل او ساني اكسيد الكربون طلع او اول اكسيد الكربون طلع تبدأ تعمل مشكلة طيب خمسة وعشرين جزء في المليون ده الحد الاقصى لثمان ساعات عمل في سلطات الامن الصناع للسوق الاوروبية تلاتين جزء في المليون هتأثر لي على شهية الكاتاكيل خمسين جزء في المليون تقلل معدلات النمو تهبت في العين مشاكل ومخاطرة امراض تنفسية انخفض الوزن بمعدل عشرة في المية زي ما احنا شايفين طيب لو زادت ليه 200 جزء في المليون تقلل الوزن خمسة وعشرين في المية هيقل الوزن هيقل استيلاك العلف يحصل تدور في كفات التحويل الغذائي تدور في التجانس بالدرجة كبيرة انا باجي النهاردة بدخل الاقل بالكتاكيت بالذات بعد عمر 3 اسابيع الاقل بالكتاكيت وشوف بطن الرجل لو بقيت الوسادة بطن الرجل فيها التقرحات وفيها التهابات ومحروقة يبقى التهوية بتاعته بتبقى وحشة حتى لو التهوية في الوقت اللي احنا موجودين فيه ممتازة لا خلاص طالما فيه حرق في وسادة بطن القدم بتاع الكتاكوت الفراخ بتاعتي يبقى انا عندي مشكلة فيه التهوية فيه اوقات كتيرة نتيجة الامونيا اللي خارجة من السابلة اللي موجودة تدميع والتهاب العين الكتاكيت تهيب الجلد والاخشية والمشاكل التنفسية ارتفاع في معدل النبض والتنفس تقرحات في الصدر عدم الراحة وحدوث استسألة وطلنا فعلا نركب فلتر لكل طائر من مشاكل التهوية هنعملها هتشوف كل الاشكال دي ونبدأ نرمي كله على الكتاكوت اجهزة النهاردة بتقيس مستوى الامونيا بدول 53 موجودة عن الشركات كتير جدا يقيس مستوى الامونيا داخل العنبر بسرعات الهواء لازم ان احنا نرعيها كويس جدا وهنتكلم عنها الاسبوع الجاي مشكلة المشاكل اللي عنده نظام مغلق طانل وعاوز يعمل ماينفعش وده هنتكلم عنه ان شاء الله الاسبوع الجاي بالتفصيل اللي هي نظم التهوية في العنابر في العنابر المغلقة بتاعتنا بالكامل خلي بالك الفرخة اللي انت بتربيها بتشرب ما بين 7-8 لتر مية سواء كان مية شرب او الغطوبة او المية اللي جالة من العلاف جزء كبير جدا 80% من المية اللي هي بتشربها بترجع تخرجه مرة تانية 50-60% منه بيخرج في التنفس و40-50% بيخرج في الزرق بتبدأ تتراكم تفرشة سيئة داخل العنبر هي اكبر مؤشر عندنا لظروف الرعاية فرشة جيدة يبقى انا عند نظام تدفئة جيد نظام تهوية جيد وجودة هوا عالية والحالة الصحية للقطيع كويس تب داخلت العنبر لقيت الفرشة سيئة يبقى الرعاية سيئة سواء كانت تدفئة وتهوية وجودة الهوا بالاضافة كده الحالة الصحية للقطيع بتاعي ايه سيئة فرشة سيئة يا جماعة يبقى النهاردة رتوبة عالية أمونيا عالية أمراض تنفسية الفرشة السيئة يبقى أنا النهاردة مصدر ودي أبحاث تعمل السنة 99 وسنة 2002 بتؤدي لبيئة صالحة لانتشار ونمو العديد من عام مريضا في الوانزة التيرور الانتهاب الجلد الغرغارين الجامبورو الريو فيروس الانتهاب الشعبي الكوكسيديا كوليستيريديا ديدان شرطية ديدان استوانية الفطريات وبالتالي أنا بخلي الطائر بتاعي تحت محتوى ميكروبي وتحت استرس عالي جدا وبشكركم